أهم الفترات اللي انت عملت فيها تعاقدات تفتكر كانت سنة كم؟ وأنا حقولك حاجة طبعاً لما الكيرفي نزل في بداية الألفية التانية يعني جي من الجو سيه كسيمنا أفريقيا هو السوبر وبعدين خسرنا الدوري في آخر لحظة وبدأ سوق بخت ما كسبناش إلا إيه مع ديكسي الكاس ما حصلش وضع غير مقبول نادي آلي ثلاث سنة يخسر الدوري مش ممكن ولا ومش متعودين فأصبح في قرار جزري حيتاخد زي يعني هل أنت ممكن تتخيل نادي الآلي مثلاً أنت جايب مثلاً لعيب هدافة زي كابتن أحمد صلاح حسني زي كابتن إبراهيم سعيد جاي مش عارف منين وتقول أنا عايز أدخل دم جديد دمجي بقى اللعيب هم دول كانوا شايل الفرقة وقتها اي لكن أنت شعرت كنادي أنك إنت ما جبتش الدعم اللي يخليك تقف على رجلك وتكمل للآخر رغم أن إحنا اتنين دوري راحوا في الأسبوع الأخير أنا معك في دي طيب لما جوزي جي في أول مرة ومشي فشل ورجع للمرة الثانية هل كان بيحملوك أنت المسئولية لأ 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 خلص ما هو أنا أصلاً إذا كنت عايز تحملني المسئولية هتديني الكريدت تديني الباب بقى يعني ما وإنا اللي عايز أخد الكريدت وعايز أتحمل المسئولية بس في حجمها نعم أنا المسئولية أنا فشل الوحيد أنك تطلب مني حاجة ما عملهاش بس لكن اللي حاجة تتنجح ولا لا أنت اللي حطيت المصفات أنت قلت لي عايزة العربية دي نعم لجبتلك العربية دي بالسعر اللي أنت عايزه ساعة أقل واخد بالك وجبتلك المقناة السليمة أنت ما عملت بيها حادثة العربية أنا ما تقول ليش أنا ما قالي